اشتركوا في القناة الفصل الدراسي الثاني درسونا من دروس القواعد النحوية بعنوان شبه الجملة درسونا يا حبيبي هو اخر دروس القواعد النحوية في الصف الرابع الابتدائي والفصل الدراسي الثاني وكل عام وانتم بخير قبل البدء اود دعواتكم للاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد لدينا على القناة ودعمنا بالاعجاب والتعليق اشتركوا في نهاية الدرس مع نواجب الحصة اتركوا الاجابات معها اسمائكم في التعليقات لنتعرف على اصدقاء القناة ايضا في صندوق الوصف تجدون رابط الاختبار على الدرس اضغط على الرابط يحولك الى موقع الاختبار لا تنسوا مشاركة الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي فاتدالوا على الخير كفاعلة في صندوق الوصف ايضا تجدون رابط قناتي الثانية جيل المعرفة يسعدنا اشتراك وكن فيها والتفاعل معها تجدون ايضا رابط قناتنا على التليجرام اللي بننزل عليها موعد دروسنا هنا على القناة ورابط صفحتي التعليم الجديد على الفيسبوك ورابط دروس اللغة العربية والتربية الدينية الاسلامية والدرسات الاجتماعية يلا بنا حبيبي نبدأ درسنا شبه الجملة لاحظ ما يأتي واجب عن الاسئلة في البيت على المنضدة تحت الماء امام المدرسة صباحا شتاء قرأناها نقرأ تاني في البيت على المنضدة تحت الماء امام المدرسة صباحا شتاء يلا خذ الاسئلة دي كده معك هل هذه الكلمات تعطي معنا كاملا؟ يعني ايه لما قولك كده في البيت هل انت كده فهمت معنى كامل؟ الاجابة لا طيب سؤال كمان هل هذه الكلمات جمل اسمية؟ جمل اسمية تعالوا نشوف احنا عارفين الجمل اسمية تبدأ باسم؟ لا طبعا ده هنا ايه؟ بتبدأ بحرف او ظرف يبقى هذه الكلمات ليست جملا اسمية يبقى لا هل هذه الكلمات جمل فعلية؟ جمل فعلية بتبدأ بفعل ولا واحدة فيهم بتبدأ بفعل الاجابة لا طب يبقى هي لا جمل اسمية ولا جمل فعلية ولا بتعطي معنى كامل مثل الجمل ما نوع هذه الكلمات؟ نوعها في هنا ايه؟ جر ومجرور انا اخذتها في الدرس السابق وفي هنا زرف اخذنا في الدرس اللي قبله يبقى ايه جر ومجرور وفي هنا ايه زرف تعالوا نشوف كده في البيت جر ومجرور على المنددة جر ومجرور جر يعني حرف جر ومجرور يعني الاسم المجرور اللي بعده تحت الماء ده ايه؟ ده ظرف مكان امام ده ظرف مكان صباحا زرف زمان شتاءا ظرف زمان يبقى كل اللي قدامي ده اما جر ومجرور او ظرف واحنا عارفين ان الظرف النوعين ظرف زمان وظرف مكان طيب نستنتج ايه من خلال هذا النشاط هذه الكلمات لا تكمل معنى وحدها ما فيش معنى كامل لوحدها كده ما بتكملش المعنى ولا تعتبر جملة اسمية ولا فعلية ما ينفعش اقول عليها جملة اسمية ولا اقول عليها جملة فعلية امال ايه حبيبي؟ هنسميها شبه جملة سميها ايه؟ يلا اقول معايا شبه جملة يعني هي مش جملة هي شابه الجملة خد بالك هي اصلا مش كلمة وحدها لا ولا هي الجملة أما الايه؟ شبه جملة تمام؟ يبقى شبه الجملة انا كده هعرف عنه انه هو لما يكون جر ومجرور حرف جر والاسم مجرور بعده ده كده بنسميه شبه جملة نوع ايه؟ جر ومجرور تمام؟ تحت الماء ده ايه؟ ظرف مكان طيب تحت الماء كله على بعضنا شبه جملة صباحا شبه جملة طب ما تجنوا يفهم اكتر يلا شبه الجملة نوعا شبه الجملة نوعا اللي احنا خدناهم دلوقت اول نوع جر ومجرور يعني اسم يعني حرف جر واسم المجرور بعده تاني نوع ايه؟ ظرف نقول تاني شبه الجملة كم نوع جر ومجرور رقم اتنين ظرف الظرف بقى عندنا بينقاسم لنوعين ظرف مكان او ظرف زمان يبقى الظرف ايا كان ظرف زمان او مكان بنقول عليه ايه؟ بنقول عليه شبه جملة تمام؟ يلا ناخد أمثلة الأطفال في الحديقة الأطفال في الحديقة فين شبه الجملة في الحديقة خد بالك بقى كده ركز معايا الأطفال في الحديقة دي جملة اسمية تمام في الحديقة لوحدها دي ايه شبه جملة نوعها ايه جر ومجر وضحت طيب أصدر القاضي الحكم على المتهم دي كلها اسمها ايه جملة فعلية لكن جواها جواها ايه جواها على المتهم شبه جملة نوعه ايه على المتهم جر ومجرور فهمنا حبيبي واحدة كمان يلعب الطفل بالكرة دي كلها جملة فعلية لكن جواها ايه شبه جملة فين هي بالكرة بالكرة شبه الجملة ده نوعه ايه جر ومجرور عرفته ازاي ان في حرف جر واسم مجرور بعده تمام يا حبيبي ذهب الطبيب الى المستشفى دي جملة فعلية جواها او في بطنها في بطنها ايه شبه جملة جر ومجرور الى حرف جر والمستشفى اسم مجرور طيب نروح لزار في المكان السيارة وسط الطريق السيارة وسط الطريق كلها ايه كلها جملة اسمية لكن بداخلها وفي بطنها شبه جملة اللي هي ايه وسط الطريق طب نوع ايه نوع ظرف طب الظرف ده نوع ايه نوع ظرف مكان واحدة كمان الاسماك تحت الماء جملة اسمية لكن في بطنها ايه بطنها شبه جملة تحت الماء نوع ايه نوع ظرف مكان نروح بقى واحدة كمان لزار في الزمان سافرت ضيوفه عصرا جملة فعلية في بطنها شبه جملة اللي هي كلمة عاصرا تب نوع شبه الجملة دي ايه ظرف زمان جملة كمان العمل صباحا العمل صباحا فين يا حبيبي شبه الجملة صباحا هي شبه الجملة نوعها ظرف زمان من خلال الأمثلة دي يا حبيبي عايز أقول لك ايه شبه الجملة ليس ركنا أساسيا في الجملة الإسمية أو الجملة الفعلية طب واحد يجي ممكن يقولك ايه هو شبه الجملة دي بتأتي في الجملة الاسمية ولا جملة فعلية لا بتأتي في الاتنين ما فيش شرط لا جملة الاسمية بس ولا جملة فعلية بس ممكن تأتي في جملة الاسمية او جملة فعلية طيب هي ركن اساسي في الجملة الاسمية او جملة فعلية لا مش ركن اساسي طب هو يعني ايه ركن اساسي كلمة ركن اساسي يعني مقدرش هستغنى عنه في الجملة لازم يكون موجود في كل جملة زي المبتدأ كده لما بيكون في الجملة الإسمية ينفع جملة إسمية من غير مبتدأ؟ لا ينفع جملة فعلية من غير فعل أو فاعل؟ برضو لا لأن الفعل والفعل ده ركن أساسي في الجملة الفعلية ما تنفعش الجملة من غيره لكن شبه الجملة لا ركن أساسي في الجملة الإسمية ولا ركن أساسي في الجملة الفعلية ممكن تلاقي جملة إسمية من غير شبه جملة وممكن تلاقي جملة فعلية من غير شبه جملة بنسميها ايه بعد كده مكملات مكملات خلاص كده تمام تمام يلا نكمل تتم به معنى الجملة شبه الجملة بتتم به معنى الجملة وذلك قلنا عليها ايه مكملات وهو نوعان وهو نوعان واحد جر ومجرور اتنين ظرف زمان وظرف ايه المكان وضحة حبيبي يلا نروح للانشطة نفهم اكتر ده خطا تحت شبه الجملة فيما يليه العصفور في العش فين شبه الجملة شبه الجملة في العش القمر بين السحبي فين شبه الجملة بين السحبي واخد بالك في ظرف المكان ممكن تقول بين بس كنت تقول بين السحب او بين الثمار فوق الاغصان فين شبه الجملة او مقولك فين شبه الجملة دور على حرف جر والاسم وجرور بعده أو دور على ظرف مكان أو ظرف زمان هنا فيه فوق هي شبه الجملة طيب عايزين نقول فوق الأغصان ما فيش مشكلة الكرة خلف الصور الكرة خلف الصور ده إيه شبه جملة خلف الصور أسأل عن صديقي عن صديقي هي شبه الجملة انطلق الحصان بسرعة السهم بحرف جر سرعة اسم جرور تبقى هي شبه الجملة ضع خطا تحت النوع الصحيح الأرض تدور حول نفسها حول ظرف مكان ظرف زمان جر ومجرور ظرف ظرف مكان المطر في الشتاء ظرف مكان ظرف زمان جر ومجرور جر ومجرور ناخد بالنا حبيبي درس الجر المجرور موجود هنا على القناة ودرس ظرف الزمان وظرف المكان موجودين أيضا هنا على القناة يليد اللي ما شفش الدرس دي يشوفها علشان هيستفيد أكتر عن الظرف الجر المجرور المعلم بين تلاميذه بين ظرف مكان ظرف زمان جر ومجرور ظرف مكان يطير الطائر بجناحيه ظرف مكان ظرف زمان جر ومجرور بجناحيه في حرف جر يبقى جر ومجرور تمامي حبيبي؟ أكمل معنى الجملة بما هو مطلوب بين القوسين الجنود عايز منك إيه؟ شبه جملة ظرف مكان الجنود جنود إيه؟ داخل المعركة داخل المعركة تطير الطيور شبه جملة ظرف زمان من أعشاشها؟ لا طبعا تكده جر ومجرور تطير الطيور صباحا أحصل على المعلومة شبه جملة جر ومجرور يعني هات حرف جر واسم مجرور بعده أحصل على المعلومة من الكتب أنتظر القطار على الشبه جملة جر ومجرور أنتظر القطار في المحطة في المحطة عبر عن كل صورة مستخدما شبه الجملة بنوعيه يعني إيه بنوعيه؟ يعني هتشوف الصورة تجيب لعليها الجملة فيها شبه جملة جر ومجرور وشبه جملة ظرف سواء بقى ظرف في مكان أو ظرف في زمان يلا هنا في طائرة فين الطائرة؟ آه في السماء فين؟ بين السحب يمكن نقول إيه؟ تطير الطائرة بين السحب ده إيه؟ ده شبه جملة بين السحب شبه جملة ظرف تمام؟ طب إيه كمان؟ عايز بقى جر ومجرور تطير الطائرة في السماء شبه الجملة فين في السماء نوعه جارونه مجرور طيب يلا شوف البنت بتعمل ايه وبتعملها فين وبتعملها امتى بتعملها فين وبتعملها امتى واضحت يلا حبيبي نقول ايه تذاكر التلميذة مساء ده ظرف طيب ممكن نقول ايه تكتب التلميذة في الكراسة ده جار ومجرور مش يلا الحقيبة فيها الأدوات الأدوات داخل الحقيبة فين شبه الجملة داخل الحقيبة نوعه ظرف مكان طيب يلا عايزين جار ومجرور الأدوات في الحقيبة في الحقيبة جار ومجرور احسنتم اجب عن الاسئلة الآتيتي مستخدما شبه الجملة بنوعيه اين يقف العصفور جاوب على السؤال ده بجار ومجرور وجاوب على السؤال ده بظرف يلا بطل اين يقف العصفور شايف بيقف فين ممكن نقول ايه يقف العصفور على العش الظرف يقف العصفور فوق العش شوف ايه اللي تغير هنا حرف جر فكده عملت شبه الجملة جر ومجرور هنا ظرف مكان فكده عملت لنا الجملة ايه شبه جملة ظرف متى تصح من نومك الجر والمجرور يلا اقول اصح من نومي في الصباح طيب الظرف اصح من نومي صباحا ركز بقى هنا كده شوف الفرق يعني المعنى واحد لكن لو سبقتها حرف جر يبقى ده شبه جملة جر ومجرور طيب جات منونة وماش قبلها حرف جر يبقى ايه ده ظرف زمان في الصباح صباحا والمعنى واحد اين يعيش السمك يعيش السمك عز جر مجرور في الماء يعيش السمك داخل الماء المعنى واحد اهل تغير حرف الجر حرف الجر والظرف استخدم شبه الجملة في كتابة قصة مستعينا بما يلي صباحا بالقطار ليلا شروق في العمل الى البيت يلا نعمل قصة كده بالمنظر اللي معانا هنا في الصورة انا قلت ايه مثلا يستيقظ العامل صباحا وهو نشيط خدت كلمة صباحا طب ايه كمان فيخرج الى مصنعه قبل شروق الشمس خدت كلمة شروق تمام ويذهب الى عمله بالقطار السريع خدت كلمة بالقطار شبه جملة تمام يقضي في العمل وقتا طويلا فيعمل بجد واتقان تمام اخدت هنا كلمة ايه في العمل شبه جملة جره مجرور وعندنا بجد ايضا جره مجرور ويعود الى البيت ليلا فيتناول العشاء خد بالك ان انت ممكن شبه الجملة كذا شبه جملة يأتي في جملة ما فيش مشكلة خالص يا انت عندك هنا ايه الى البيت شبه جملة جره مجرور ليلا شبه جملة الظرف زماني فما فيش مشكلة لما تلاقي شبه جملة اتنين وارا بعض في جملة فيتناول العشاء ويجلس مع عسرته ثم ينام ليستيقظ ويبدأ يوما جديدا تمام يا حبيبي استخدم الكلمات الآتية مع شبه الجملة بنوعه لتكون جملا مفيدة الاسد الظهور سيناء طابة يلا كده دخل الاسد في شبه جملة يكون زرف شبه جملة يكون جره مجرور شوف بقى ان قلت ايه كده تجري الغزالة امام الاسد ده هنا ايه ظرف الجر والمجرور اقول ايه تخاف الفريسة من الاسد هنا شبه جملة جره مجرور الظهور اقول ايه تنتنقل الفراشات بين الظهور ده كده بين ظرف الجر المجرور اقول ايه تقف الفراشة على الظهور يا الله حبيبي سيناء اقول ايه تقع فلسطين فلسطين الحبيبة شرق سيناء شرق سيناء تمام الجر والمجرور اقول ايه ممكن اقول اسكن في سيناء الظرف عند كلمة طابة اقول ايه رفع العالم المصري فوق طابة هنا زرف مكان الجر والمجرور سافر اخي الى طابة اخي الى طابة جميل يلا نروح لواجب الحصة استخرج شبه الجملة وحدد نوعه هتقول لي نوعه ايه ده جر مجرور ولا زرف زمان ولا زرف مكان سافر ابي بالطائرة تهاجر الطيور شمالا اكلت من طبق الفاكهة اختبار اللغة العربية غدا في ناية الدرس اسأل الله تعالى ان تكونوا استفدتم واستمتعتم به اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد لدينا على القناة واضغطوا اعجابا وطعليقا دعما لنا لنستمر في نشر المزيد من الفوائد الى ان التقي بكم لكم مني اطلب الامنية بالنجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة